في إطار المساعي الحثثة والصارمة لتأمين الحدود الجزائرية ومحاربة الإرهاب من قبل مختلف وحدات الجيش الشعبي الجزائري تمكن الجيش وعناصر الأمن والدرك على مدار الأسبوع الفارط من إحباط عمليات تهريب أسلحة نوعية وكشف مخابئة للذخيرة في نقاط مختلفة من الوطن الثالث والعشرون من شهر فيفري تمكن الجيش الوطني من كشف وتدمير ثلاثة مخابئة مهيئة لإرهابيين أما في عينغزام يوقف ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسية نيجيريا وسيارة ربعية الدفع أما في كل من غردايا وورغلا يوقف الدرك ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية الرابع والعشرون من شهر فيفري الجيش يدمر بالامدية وسيد بالعباس عشر مخابئة مهيئة لإرهابيين تحوي معدات لصنع المتفجرات أما بالوادي فيوقف قطاع العمليات ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية كانوا بصدد التوجه إلى ليبيا وفي تلمسان يوقف حرص الحدود خمسة مهاجرين من جنسية مغربية ويحجز 1260 لترا من الوقود بصدد التهريب السابع والعشرون من شهر فيفري الجيش يكشف ويدمر مخبأ يحوي 500 كيلوغرام من مواد متفجرة و100 لتر من حمض نيتريك ويكشف أيضا مخبأين اثنين وقنبلة تقليدية الصنع بقسنطنة كما يوقف ثلاثة تجار بحوزتهم بندقية مزودة بمنظار وكاتم للصوت وبندقية صيد ومسدس آلي وكمية من الذخيرة تقدر ب1117 طلقة من مختلف العيارات ومبلغ مالي يقدر ب167 ألف دينار جزائري الثامن والعشرون من شهر فيفري الجيش يكشف مخبأ بتمراس يحوي على أربع بنادق رشاشة من نوع أف أم وثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية وذخرة من مختلف العيارات كما يحجز مدفعا تقليدية صنع وخمسة كيلوغرامات من المواد المتفجرة ونظارة ميدان وثلاثة أجهزة اتصال إضافة إلى بندقية ومسدس آلي وعشرين كيلوغراما من مادة البارود وألف خرطوشة أما بتليمسان وعينتيموشنت والتيارت يوقف فيها الأمن سبعة مهربين ويطبط أزيد من مائة كيلوغرام من الكيف المعالج وثمانية عشر ألف لتر من زيت المحركات وفي بشار أيضا يضبط الأمن فيها أربعمائة وثمانية وتسعين كيلوغراما من الكيف المعالج هذه العملية النوعية لقوات الأمن تأتي في إطار استباق أي تهديد للتراب الوطني في ظل وضع أمني هش وتحديات إقليمية مقلقة